السبع الخير يا داكاترة مساء الخير سلام عليكم النهار دا نستكمل اخر جزء في الاناليسيس اللي هو الاتوميك رسباكتراسكروبي احنا اتكلمنا قبل كده ان اح على الفترة المحاضرات الفادت على الموليكولي سباكتراسكروبي كان عندي موليكيولز ممرر ضوء او زي ما كنا نقول بنخبط بضوء الدوء دا يعمل اكسيتيشن الاكترونز تو هير انرجي ليبل يحصل الاشيلي هو الاخترفة السادة سباكتراسكروبي انا دلوقتي عاجز اعرف الاتوميكتراسكروبي اتوردت عن طريق الاتوميزايشن يعني ايه atوميزايشن؟ اننا احول الموليكيولز اللي هي السامبل الموليكيولز اللي هي السامبل ال firmatic الаровات و polite اللي هيحصل ان السامبل دي بتبقى درجة حرارته عالية يبقى السامبل بعرضها لفليم بستخدم فيليم او بعرضها الهيتد سورفز اللي هيحصل ايه ان السامبل دي بتبقى صولت يعني انورجانيك صولت طبعا الصولت ده ده في ايه في سولفنت تمام لما بعرضها للحرارة دي او باستخدام الفليم اللي هيحصل ان الصولفنت ده هيتطاير هيحصل له ويتبقى لي مين يتبقى لي الصولت ده في صورة بس في الحالة دي الستيت عندي بقى اسمها ايه يبقى انا الفليم السامبل لما دخلها المركوم جوه الفليم جوه الفليم نفسه هي برعة ملح دي في سولفنت السولفنت طبعا هيتصير من الحرارة الصولت ده هيبقى يتحول يحصل له طبعا في ساعتها بقى ها الدوق هيمر على الاتومز التي تكونت في البيز ازاي الابزوربشن اسفكتروسكروبي انا قريدي الاتومز موجودة في الفليم حصل لها اتوميزيشن نتيجة الفليم خلاص يبقى انا نرسم صورة متخلف مش متخلق ازي صورة كده للفليم خلاص ده الفليم وروه مين الاتومز الاتومز دي حصل لها اتوميزيشن ازاي عن طريق الحرارة اللي روه الفليم خلاص الاتومز دي لو انا عرضتها لمصدر خاري دي من من الضوء هيبدأ يحصلها ابزوربشن وتريليز الانرجي بعد كده يحصل اممشن في حالة ان انا عرضتها الاكسترنال سورس الاكسترنال سورس بسميها اتوميك ابزوربشن اسفكتروسكروبي طب في حالة ان انا معرضتهاش الاكسترنال الاكسترنال سورس اللي هيحصل دلوقتي هي الاتومز وهي جوه الفليم الموليكول زرهه في الفليم حصل اتوميزيشن وبعد كده من الفليم ما طبعا ده ضوء اللي هيحصل انه هو يعمل اكسترنال اتومز اه وبعد كده هيحصل او في اممت انرجي الاممتة انرجي دي انا بقسها الاممتة انرجي دي انا بقسها وبسميها اتوميك امميشن اسبكتروسكروبي بقى الفرق بقى بين الاتنين ده اكسترنال سورس وده من روال فليم اتومز ان فليم واعرضتها الاكسترنال سورس وبعد كده وهي بتريليز الانرجي بتاعتها طلع فلارسنس واسطو بسميها اتوميك فلارسن اسبكتروسكروبي بقى انا عندي ثلاث حاجات اتوميك ابزوربشن واتوميك امميشن واتوميك فلارسنس اسبكتروسكروبي للاتوميك اسبكترا او في الاتومز بلاقي ان الانرجي ليفلز هي عبارة عن مستويات هي نارو ديستريك لاينز خطوط مستويات متقربة من بعضها ايه الفرق ما بينها وبين المستويات تاعت الموليكيولز الفرق الرئيسي ان الموليكولر او الموليكيولز بين الانرجي ليفلز فيها اسمها فلما كنا بنتكلم انه بيحصل باكس من الانرجي اللي هي طبعا احنا عارفين ان ال اي ان ال اي بتساوي اتش نيو فبالتالي ال اي بتساوي سي على لمضة فبتبديها الطاقة زي عن طريق انها بتديها لمضة معينة نانوميتر اللي هي بتترجم الانرجي معينة فيحصل تمام طب انا لما في الموليكيولز كنتبدي لو انرجي عن طريق فيحصل لو ما كانتش كافية انها توصل مثلا الانرجي ليفل تو وهي اعلى من الانرجي ليفل وان انها بتبقى ممكن تبقى ما بينهم عشان في حدا اسمها بايبريشنال انرجي لابلز تم بين كل واحدة فيهم في انرجي لابلز كثير قوي فتم ممكن الالكتون يحصل على واحدة من بايبريشنال انرجي لابلز بس هنا في الاتمز ما عنديش البيبريشنال انرجي لابلز انا عندي مستويات لما بيحصل من لمستوى اعلى لازم ياخد اللمضة المناسبة اللي هي انرجي انه هو يوصل للمستوى ده يعني لو جيه هنا في النص مش هيوصل في حدا مش هيحصل لازم ياخد بالزبط انه هو يحصل ايه اللي هي المعينة دي تمام يبقى انا هنا لو عندي مستوى الاولاني وده المستوى التالت وهنا بسميها اللي هي وهنا دي دي لها انرجي ودي لو انا حصل ان انا اول ما بيحصل وصل عارفين ان هو بعدك هيحصل وينزل تاني فهنا بيحصل لو انا عايز احسب دي اللي هي هي بعمل اطرح بتاعت عشان كمية الابزوربت هي الاماتد عشان ما عنديش يفقد فيها الانرجي على راحته زي ما كان بيحصل في المليكولز واحدة واحدة هنا لا حصل باقي رجع حصل فالابزوربت انرجي بتساوي بتساوي الفرق ما بين الطاقة ما بين الانرجي والانرجي لبل وال الفرق ده بحسب بايه باله ميو اللي هي على لمضة حدا مهمة كمان اننا دلوقتي تاخد الاتوم تاخد الطاقة وما تكونش طاقة كبيرة قوي بحيث اننا ما يحصلش حدث مع احنا كنا تكلمنا عليها السنة الفاتذة اللي هي في العموم اللي هو التاين هي العملية التاين فلازم اديله طاقة كفاية ان هو يحصل الاتوم بس الطاقة مش كتيرة او مش بزيادة بحيث ان هو يوصل لل ان انا من الاتوم ما زودش عنها عشان ما يحصلش ايه ايه تمام هنا نتعالوا تشوف الليثيوم والسوديوم والبتاسيوم الليثيوم والسوديوم والبتاسيوم النقطة اللي فيهم ان كل واحد انها مثلا بيبدأ من المستوى اللي هو ال 2s يعني في الاتومتر سبكتران عندي اللاينز s و p و d و f على عكس مثلا الموليكولر الموليكولر سبكترسكروبي كان عندي البوندنج اللي هي الباي والسيجما عنقلهم في المقرنة فهنا بيحصل لانا عسل في الليثيوم بيب عنده من 2s هنا في سوديوم 3s فبياخد لمضة معينة ويف لانس معينة هي بتتدردم لانرجي معينة يحصل للتو بي وهنا السوديوم ياخد 589 نانوميتر والبتاسيوم 797 نانوميتر طب ايه الفرق ما بين التلات حريات دول الفرق ان كل واحدة لها ويف لانس معينة فكل واحدة لها لونه اللي هو لون ولو دينا بصيه على السوديوم اللي هو ولو البتاسيوم هيبقى لونه اللي هو تمام طيب ده اللي بيحصل في اللون في الالوان دي في النانوميتر بي وابزوربشن طب دي ايه في ايه في ايه مرحلة اللي هو دول وصله لإيه للهايست انرجي لو دينا بس لدينا اللي بعدية انا مش هارفة رقع لو دينا سلايد اللي بعدية ده وصل لأعلى هايست انرجي دي اللي بيسميها لامضا ريزننس لامضا ايه ريزننس دي الهايست انرجي طب ليه انا بحب يعني يعني ممكن تسأله وتقوله طب ما هو ممكن يتحرك ما بين المستويات الاقل وكل واحدة هيبقى محتاج انرجي مختلفة فبتالي ليها النون مختلف هنا دي نفس فكرة اللامضا ماكس انا في اللامضا ماكس ليه كنت بقيسة عنها عشان دي فقدت بقيسة عندها عشان هي وبتقلل هنا ليه بقى باخد اعلى واحدة برضو عشان فباخد اللامضا ريزننس اللي هي اعلى اكسيتيشن اللي هي اعلى اكسيتيشن وباخد اللون على اساس كده نقطة مهمة لما رضت في الاطومك في ال بسبب ال كان الاسبكترم كان عندي بالمنظر ده تمام هنا لا الاسبكترم عندي بسبب النقطوط بلاقيه بالمنظر ده على الويفلنس طب اه هنا دي كانت على الويفلنس وهنا برضو على الويفلنس هلاقي دي الاطومك الاسبكترم دي هو در در وادي wan الفيروت بتاع البوتاسير نيجي بقى للفرق او التفرقة ما بين الاتوميك والموليكولر الاسبكتروسكوبي الاهم حاجة او الحيات الواضحة اللي نتكلمنا عليها اننا الالكترونز في موجودة في الاس والبي والدي والف دي اسمها اتوميك اوربيتلز اما الموليكولر اوربيتلز السجما والبي والن طب عادي اندي فرق فرق ان الاس والبي والدي والف دي عبارة عن ولا نان بوندنج هي يعني مش مربوطة او مش عاملة بوند يعني هي ما فيهش اي روابط وعشان كده انا ولا عندي ولا روتاشنال او رادياشن بسبب ان رادياشن مش بيحصل فيها نتيجة ان ما فيش اي روابط اذا ما عنديش بوندز زي السيجما والبي فعشان كده ما كانش عندي فيبريشنال انرجي فبالتالي كانت هي وبيتحرقوا لمستويات اعلى في في الاتوميك اوربيتلز يبقى بطريقة ترتقي لأي اتوميك انرجي لبل لما يحصل الفيبريشنال انرجي لبل مفهاش في الاتوميك اسبكترا ما فيش نو بونس نو بايبريشنال انرجي لبل اما في المولوكيوز كان عندي السيجما والبي وفاكرين كنا بنسميهم ايه بسميها بوندينج ولما بيحصل للسيجما باي استريكس بسميها انتي بوندينج حصل انتي بوندينج والان دي لها لكت طب هنا عندي بونس او عندي بونس عندي عندي بouvريشنال انرجي لبل ففي ذالة لما ادي ابص على الاتوميك سبكتراسكبي هلاقي هنا بالنسبة للانرجي هلاقيها ديستريك لانز بالمؤذir ده الاس والب والدي وال schne والدي والااف لما ادي ارسمها بلاقيها خطوط عند كل ويف لنز اما بالنسبة للميكرى سبكتراسكبي كان بين كل انرجي لبل والتانية تم فيها فيبرشيلم اعشر لاذا underway كنت بتلقيها بشكل الكورف. دي اهم الفرقات ما بين الاتوميك والموليترر اسبكتروسكروفي. تمام. اه اخر حاجة كنت برضو قلناها في الكلام ان انا في الاتوميك اسبكتروسكروفي عندي بتساوي 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 اللامده اللامده لليه اعلى حاجة. واللمده دي بقسها في في يا اتوميك ابزوربشن يا اتوميك امميشن وبتبقى زي مشارحنا بتبقى خطوط. اما في الموليكرير سبيرتراسكروبي بتبقى قل من اللمضة ودي شرحناها لما كان بيحصل حادث معها ستوكس لما كان بيحصل حادث معها ستوكس شفت فبالتالي دي اللمضة اعلى بسبب انها ده في الموليكرير لتبقيس حال اسمها للمضة ماكس وفي الموليكرير اميشن لتبقيس اللمضة اكسيتيشن واللمضة اميشن واللمضة اكسيتيشن كانت تبقى اقل هنا الاسبكترم باند الفكرة في المرمى ان الاتومز في الديازيس ستيت بيحصل لها للمضة ماكس معينة اللي هي بتبقى محتلية عشان تعمل زي ما قلنا احنا قلنا انها بعد كيف ترجع تاني طب اللي بيحصل بيحصل بتاعت الراجيشن بتقال النتالية انه حصل ابزوربشن او اعتمز الاتومز عملت ابزوربشن اه اه part of it فالراجيشن part of the radiation فبالتالي لما الانتنستي اللي قد دخله انتنستي اكس مثلا بسبب الابزوربشن ده انتنستي اكس minus one او whatever minus two whatever يعني خلاص فبالتالي في بيحصل ابزوربشن عندي ابزوربشن يبقى عندي هالي اسمها بيرز لامبردلو يبقى بوصل انه في relation between الابزوربنس دي والكونسنترشن فبقوم حسب الكونسنترشن يبقى انتبقى فاهمين ايه انتبقى فاهمين اننا دلوقتي انه بيحصل نتيجة وجود الفلايم وبعد كده ممرر دوق يا دوق خارجي يا دوق من الفلايم ويبدأ هنا يظهر لنا الفرق ما بين الاتomic وال الاتomic ببقى مش محتاجة مصدر للدوق بيبقى الجهاز عبارة عن على طول اما الاتomic ببقى محتاجة مصدر ضوء خارجي فألاقي عندي اتنين زيادة لهم مصدر ضوء وحادث مع التشوبر التشوبر ده هنعرف هو بيعمل ايه يبقى انا دلوقتي اللي مشوف ده هز هلا ايه بيتاسم في حالة ان انا بقي وزاي ما قلنا الاميشن ده بيعتمد على الفلايم بس في الاتوميزيشن وكمصدر للضوء اما الاتوميك ابزوربشن احنا قلنا بيحصل الاتوميزيشن روى الفلايم وبعد كده بعرضه لضوء فلازم الادم بعرضه لضوء يبقى انا عايز مصدر للضوء اللي هو بسبب ان انا هنا بيحصل لازم اعرض اعرضه الحالة اسم ونعرف ايه الموضوع بتاعها وبعد كده يكامل الاتوميزر مونوكوميتر دي تاكتور ريد اوت طب على حسب بقى دي تاكتور ده هيئيس ايه هيئيس الدوء اللي فيه دوء هيحصل له امتصاص من السامبل وكمية بتخرج منه واللي بيخرج منه ده هيئيسه ولهو ال هنطلع من القانون بسبب ان حصل الابزوربشن في الانتنستي بتاع الرادياشن هاته منيدي بقى لكل الروس الواحده في الاتوميك ابزوربشن اسبكتروسكريبي اتفقنا لعندي حركتين زيادة اللي هما اللايت سورس والالتشوبر ونشوف كل واحدة فيهم اولا لايت سورس تخيلوا هل هي يبقى دوتوريوم لامب هيدرين لامب لا ليه بقى ما بستخدمهمش عشان هما بيطلعوا لي برود اسبكترم او برود وانا مش عايزة كده انا في الاتومز عايزة زي ما قلنا كونتايزد اه انرجي اللي هي اسبسيفيك لمدة لمدة اللي هي اسبسيفيك ويف لانث فعشان كده ببقى عايزة اللمبة مختلفة عشان تطلعها الاسبسيفيك ويف لانث وبستخدم حد اسمها هولو كاثود لامب هولو كاثود لامب عبارة عن ايه وبعدين بيبقى هنا في جاز انرد جاز هنا بيبقى ارجان نيون وباكا بيبقى عندي ويندو يبقى بيحتوي على ايه ادتو الهولو كاثود لامب بيحتوي على انه بيبقى في انود وكاثود وال مبنية ب انرد جاز اللي هو الارجان ارجان او نيون لامب انرد جاز خلاص ايه اللي بقى بيحصل الستابس وليه بقى محتاج ان الكاثود يبقى من نفس المادة اللي انا بعملها analysis وإيه معناها ان الكاثود يبقى نفس المادة اللي انا بعملها analysis معناها ان انا كل مادة بادي ياسها بقى محتاج لها اللمبة بتاعتها يبقى analysis of each element requires the use of its own unique lamp طب نفهم بقى فهيه اللي هيشوفه? هيلاقي الهي هو الارجون جاز الارجون جاز ده اول ما هيلاقي الهيبدى يحصله فنما هيحصله هيديني l-argon اوكي اينايزت طب ايه هيحصل بعد كده الارجون ده بسبب الموجود انه هو هيلاقي مين هيرجي على ايه هيرجي على الهيي يمين الكاثوت يبقى الارجون ده بقى فهيقوم جاري على طول على مين الكسود عشان هو هيلاقي الكسود ده احنا مليينه بنفس المادة اللي هبعمل لها اناليسس خلاص اللي هي المتال اللي انا بعمله اناليسس ببقى في صورة ايه solid فهلاقي المتال solid كده والاردون ده ده فيامل حاجة اسمها يبدأ يعمل ويحاول المتال المتال في الجاسس ستيت المتال في الجاسس ستيت المتال في الجاسس ستيت ده فبيعمل حاجة اسمها زي الاتوميك كلاود وبرز من الاتومز في الفري ستيت هيبدأ يحصل لها ويحمل المترة يبقى المرحلة اللي بعدها بعد السباترينج ان المتال الجاس ده يحصل له عشان هو بقى في اه ويحصل له ويبدأ بعد ما يحصل طبيعي ان يرجعي يرجعي امت فتطلع في صورة فاللي بيحصل اربع حادات اول حاجة الجاس اللي هو ماملي بالكسود لاند هيحصل له نتيجة ايه ان انا عملت بيحصل بسرعة يحصل له وتحول بسبب ان هو عنده فطبيعي ان هو هيمشي بسرعة يرجعي على مين على الكسود اللي هو هيلاقي مين في الكسود انا قلت اللي انا مالياه بالمثل اللي انا عايز اعمله فالمثل ده طبعا مملوء فهو في لما يلاقي هيحصل حدث معه سباترينج هيحصل حدث معه سباترينج ويخلي المثل في ويعملي تمام بعد ما يوصل المثل في اللي هيحصل برضو انا لسه عندي فيبدأ يعمل حدث مع اللي هو المثل دلوقتي فهو يحصل هيبقى وبعدين يفقد الانرجي دي ويامت ويعمل حدث معه فالمثل يرجع ويطلع اللي هي الطاقة ساعتها الطاقة بقى اللي هي طلعيتلي دلوقتي مش هتبقى مش باند واسعة دي طاقة بالزبط اللي هي بتعمل ايه اللي هي المثل بمحتاجها خلاص هي عشان يحصل للمثل عشان كده ليه بقى انا بحط المثل نفسه اللي انا عمله اناليسيس في الهولوكاثول اللامب وليه هو يونيك لكل مادة عشان كده هو طلعلي الوافلاند اللي هو عشان يعمل فكده الهولوكاثول لامب ما طلعت ليش ويفلانس بروت هي طلعتلي اللي هي مخصص اللي هي بتاعت المثل نفسه اللي حصل فيه فهي نفس اللمضة اللي هي وبعد كده اللمضة دي لما طلعت هتعدي على حد اسمها تشوبر ضغط لامب من الهولوكاثول لامب وقبل ما يروح للفليم بيعدي على حد اسمها تشوبر اي هي التشوبر دي وكتعمل ايه التشوبر دي اربعة اربعة طب احنا نلون مع بعض بقى كده الاربعة اربعة دي دلوقتي رزقين بيبقى عاملين زي المتقبلين والرزقين مفتوحين يبقى انا عندي التشوبر عبارة عن رزقين اربعة اربعة ربع عين متقبلين بيبقوا بيعكسوا والرزقين تانيين مفتوحين خلاص فالدوق لما هيطلع لو الدوق هيعدي على الجزء هي طبعا بتبقى كده فيا تخبط هنا يا تخبط هنا يا تخبط في اي ربع فلو خبطت في الربع ده اللي هيحصل هتقوم عكساه ومش هتعديه على الفليم طب وهي بتلف هي عمالة تلف فلما تعدي على الرزق المفتوح يقوم داخل هو ليعدي على الفليم هو ليعدي ايه على الفليم يبقى بيعمل حد اسمها ايه alternating بيعمل ايه alternating او بيعمل بيعمل حد اسمها والفلاكوليشن ده بيخليه يحصل بتاعة الدوق اللي طالع طيب ليه انا عايزا يعمل ليه على طول ما بيروحش على الفليم ويعمل اللي انا بعمل لها بسبب حاجتين انا دلوقتي الدوق ده الفليم ده مش مطلع لي مطلع انرجي مطلع انرجي مطلع الانرجي والاتومز واللامب برضو مطلع انرجي او ويفلنز الديتاكتور هيقيس ايه ولا ايه يعني هو لو كل الضوء طالع من اللامب معدي على الفليم وبعد كده رايح للديتاكتور والفليم مطلع برضو لايت وعشان بيعمل اتوميزاشن طيب كل الانرجي دي كلها ديتاكتور هييميز زي بقى الاتومز نفسها الابزوربشن والاميتد فلي بيحصل ان عملية الفلاكيوليشن دي ان هو فجأة الضوء مش بيعدي بسبب التشوبر وفجأة وساعات بيعدي فالديتاكتور يقدر يقيس الفرق ويعرف في ماينس ويطلع القراءة يبقى انا ساعات لما يحصل امشن بيحصل بسبب استخدام التشوبر اللي هي عندها رزقين او اوباك ولما يحصل امشن فبالتالي يقدر يكنسل ويعمل ماينس فيعرف يجيب بتطلع قد ايه يبقى ايه الرول بتاعتها ان انا اقدر احسب السجنل الجاية من طب نقولها في السرية كان نشوف انا وصلت لنا او لا دلوقتي طلع خلاص وعدت على الجزء المفتوح فعدت على عملت فأنا عندي دلوقتي اللي هو طالعلي من والفليم والواصل والفليم الواصل للدتاكتور فهو كل ده طب لو انا ما عدتش على على لو ما عدتش على على سوري ما عدتش على الجزء المفتوح من ردت على طول هل هيحصل للأتومس لأ مش هيحصل للأتومس بسبب ان انا ما دتوش فالديتاكتور هيئس مين بس هيئس بس الفليم ماشي نقولها الاخر مرة دلوقتي عدى طلع خبط في الاول في مين في الرزق ده طب لما خبط في هل وصلت للفليم فعملت للأتومس ما حصلش فبالتالي السيجنية للجاية بتاكتور هي السيجنية اللي جاية بسبب الفليم تمام طب اول ما عدت من المفتوح ده عدت على الفليم في أتومس محصلة نزيلة الفليم الأتومس هنا السامبل بتاعت فإيه هيحصل هيحصل فالديتكتور هييرى مين هييرى الفليم وهييرى فبالتالي يقدر يكنسل القرية بتاعت الفليم ويطلع لي القرية بتاعت السامبل وقدر حسم منها الكونسانتريش بعد كده الجزء الثالث اللي عندي اللي هو الاتوميزيشر وده ببقى عندي في الاتوميك ابزوربشن وعندي في الاتوميك اميشن برد احنا اتفاني عن ايه اتوميزيشن ااتوميزر الاتوميزر هو بيحاول السامبل اللي موجود في صورة موليكيور لجازية اتومس لجازية عن طريق الاسبيريشن هو بيشيل السولفنت فبيخلي السولد ده في صورة اتومس اللي احنا قلنا انها مستويات مختلفة بتبقى محترية طب عندي نوعين من الاتوميزر عندي فليم اتوميزر وفليم نايم قلنا بيتعرض للفليم بستخدم فليم او هيت اتوميزر بيبقى عندي نوعين عندي نوع اللي انا بيستخدمه في فاكيد ده بيبقى عندي استخدمين لو انا في استخدمه بس انه هو اتوميزيشن عشان احنا قلنا في بيبقى معتمد على اللي هو الهولو اتوميزيشن اه سوري الاتوميك امشن اما في بيبقى هو بيبقى عبارة عن هو الاتني تمام الفليم بيتقسم لنوعين او بيحتوي على الرزقين او الرزقين دول عبارة عن اي او حدث اسمها والحادة التانية اسمها بيرنر نيوبلايزر دي كده عتفن هي اللي بيخلي السامبل تتأسم اللي هي اللي هي بكون خلاص اللي هي بيخلي السامبل تتحول اللي هي ارويسول او الحادة التانية ايه في الاتوميزر حدث مها بيرنر اللي هو زي المحرقة كده هي دي اللي بتعمل بتحرق البنزين او الوقوت عشان تطلعلي الحرارة الكافية او للاتوميزيشن والاكسيتيشن طبعا حسب الاتومز وحسب كل هدا بتختلف انواع البيرنر بس هنكتفي بس في الكورس ده اللي احنا نبقى عارفين الاتوميزر بيحتوي على نيوبيلايزر وبيرنر النيوبيلايزر ده اللي بيكوني اللي بيسمي للسامل والبيرنر ده اللي بيبقى فيه الكمبوشن الفول وعلى حسب بقى الكمبوشن تاعت الفول دي والاتومز اللي اللي بعمل لها اناليسز وهكزا باولهيت اللي انا محتاجاها عشان الاتوميزيشن بيختلف البرنرز الكمبوننت الرابع اللي هو المونوكروميتر هنا بستخدم وده مستن هو بيالاو اللامدا رسوننس او انا لايت رسود لامدو باس هي من الاخر ديها بستعملها الاي عشان بعمل اليمنيشن يعني ايه اليمنيشن ان انا انا اعيز ا اوصل بس ان انا عايز اللامدا ريزوننس اللي احنا تفقنا لها الماكسوم اكسيتيشن والماكسوم اماشن بتاع الاااااااااااا ا cited او اعيشن دي بتبقى اعلى حاجة فانا هي دي بس اللي عايز اتيجها فبحط المونوكروميتر عشان يليمينات اي حاجة تانية اي حاجة تانية زي ايه زي اللي ممكن تتدي من الشوائب. من الهول كسود لام. ايه كمان? from the flame. الفلام بيطلع نويز. ممكن تأثر علي في الاراية. اه او كمان في حالة ان انا بقيس الفليم ابزوربشن. اما الفليم امشن بقى اللي مناد بس الفليم نويز. يبقى المونوكرو ميتور باستخدم عشان اعيس بس اللامضة اه ريزونس. طيب. لو انا في الفليم بقيس اللامدز اناليت. اما في الفليم ميشن بقيس الامسحن سامبل امشن. ohja. اللي هي ميتض. اللي جاية من الامبيرو T's guys. عشان بسمبيس بس الامص tens. اما الفليم امشن بايليمنيت بس الفليم نويز. بعد بعد كده عندي الـ ده فوتو مالتيبلر وليه كمان فوتو مالتيبلر السينال عندي انتنسي اتبعتها ضعيفة ببعائزة اعملها انتنسيفكيشن عشان في الاخر بقيس الـ وريد اوت اللي هو بقيس الـ على الحسب لونا في الـ بقيس الـ لو اتوميك اميشن بقيس طيب الـ بقى عندي عموما دي هنقول بستخدمها لايه بس بقيس بعمل نوعين من بيبع عندي طريقتين يا بقيس حاجة اسمها اللي احنا متعودين عليها يا بعمل حاجة اسمها ودي كلمنا عليها بسيط قوي طب الـ باختار اللمبة طبعا احنا قلنا كل اللمبة طبقينيت لكل سامبل وبعد كده بحضر زي احنا متعودين هنا بقيس الـ تبقى غالبا دي رزق من بتاعتها وبعد كده يعني وبعد كده بمجر لكل بعمل طبعا اللي بقول سبري عشان احنا عارفين هي فعايزة اديها عشان اقدر يقصها على طول او يحاولها لـ الطريقة التانية غري بالتخل بداخل السيطة مطعم 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 اه السيطة اه والC دي Concentration والB دي بواحد عشان مش داخلة معي فاقته وبعدين بقيس الأبزوربنس بسميها A1 بعد كيف بديب نفس السامبل بتاعتي اللي انا بقيسها وبعدين احط عليها Standard بس ال Standard ده انا عارفة Concentration بتاعتي واي سابلكل وحط ال Standard فهي اسمها Standard Addition يعني بزود ال Standard على السامبل وباليها اسمتها يسمعه Spiked Sample Spiked Sample خلاص يبقى انا ديبت السامبل بتاعتي اسمتها الاول وطلعت لي A1 ليه Concentration X ديبت السامبل بتاعتي وامتحط عليها Standard Solution عارفة Concentration بتاعته كويس اوي وامتحطهم على بعض بقى ال Concentration عندي عبر Concentration of Sample زائد ال Concentration بتاع ال Standard ورحت اسمتلهم ال Absorbent Steelite A2 اطلع السامبل ازاي القانون ان Concentration CX بتساوي A1 C Standard على A2 منس A1 دي حسابات اه كتيرة اه حسبوها فطلعت ان CX بتساوي A1 في C Standard على A2 منس A1 جابوها منين جابوها من A1 بتساوي K CX وال A2 بتساوي K اه مضروة في Concentration بتاعت ال Standard زائد Concentration بتاعت السامبل طب ليه انا بعمل كده انا لو عندي error نسيلة ال Absorbent بتاع السامبل هيظهر لي هو هو error تاني لما استهم هما الاتنين مع بعض لما دي اطرح منهم من بعض ال Absorbent ده error هده هيتشال مع التاني وبالتالي انا بطلع More Accurate Concentration وببقى اي error تانية Cancelت مع بعضها وطلعت Concentration بتاعت السامبل لو انا بستخدم ال Automate Spectroscopy او ال Automate Absorption بعملوا Analysis المتلز بعمل Analysis المتلز دي زي ما هي جوز من ال Application بتاعتها هي جوز من المتاشنز يعني يعني بيحد بيحد استخدامه في حلقة كتير قوي هو بس بيستخدم ال Analysis المتلز زي ليسيوم، سوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، زينك، ايرن، ألمينيوم، أمباريوم بقاسهم في فين بقى wide application بقاسهم في البلد بقاسهم في البلازمة بقاسهم في ال Rivers في ال Environmental Application لو انا بشوف كمية المتلز دي في الأنهار والبحار والطربة والجو بقاسهم بقاسهم بال Atomic Spectroscopy Absorption بقاسهم في الأكل في الفود في المتلز في المتلز 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 بالنسبة لنا احنا ايه؟ احنا عارفين ال Infusions اللي بنديهم للعينين بيبقى بيحتوي على رزق من البوتاسيوم والسوديوم فمن اللي عونا بحسب بتاعة المتلز دي في اللي انا بديها طب احنا انتفقنا ال Atomic Emission In Spectroscopy بيدي عبارة عنه انه هو مش محتاج external source of light فمعنديش light source انا على طول عندي ال Atomizer يعني عندي الفليم طب اللي بيحكم فيه او بيأثر علي عندي ثلاثة فاكتورز اللي هي درجة حرارة الفليم ال Energy difference between excited and ground state كل state لها energy ال difference ما بينهم عشان بيحتاج لمدة معاينة انه هو بيحصله excitation او بيحصله وكمان quantum state of the electron on the ground and the excited energy اللي بدي هنشرح يبقى انا بيعتمد على الثلاثة حريات دول فبيحصل لها resolve بحالة اسمها Boltzmann Equation اللي هي عبارة عن Nj على Nj على Nj بتاوي Pj على Pj اي اص negative دلتا اي على Kt ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي ايه كل واحدة فيهم اولا انا عايز اوصل ان ال i هي directly proportional by number of electrons excited وهو ده اللي بقيس بي number of excited atoms طب اولا كل واحدة فيهم وازاي هي بتأثر عليهم اولا ال Nj J ده هي number of atoms in the excited state يعني عدد الاتومز الاتومز او الزرات اللي موجودة في excited state اما Hj ده number of atoms اللي موجودة في ground state K ده Boltzmann constant ده ثابت اما T ده temperature في kelvin اما P Pj ده probability of electrons in the ground excited state يعني probability عبارة عن A في ground state اما P G ده probability of electrons في ground state اما delta E ده هو اختلاف in energy من excited well ground state ده delta E يبقى انا في ده لقيت من ان انا temperature لما تختلف معايا بتاعت الفليم هيختلف معايا الconcentration of atoms عشان كل ما الحرارة تزيد كل ما the excited atoms زادت تاني حاجة ان على حسب فرق الطاقة ما بين the excited molecules وال the excited molecules وال the excited molecules كل ما الطاقة الفرق الطاقة بيقل كل ما the difference بيزيد فبالتالي بيأثر اه ايه كمان اللي هي number of او quantum state of electrons دي معناها ايه احنا اتفقنا ان ال the orbital's هنا عندي s و b و d و f وعارفة ان ال s بيبقى فيه شامبر واحدة بس او غرفة واحدة بس بيبقى فيها الالكترون اه بتحرك حركة spin والعكسها تمام اه فلو جيت مثلا عند السوديوم هلاقي بيبدأ من ثلاثة s اللي هو المستوى الاولاني فبالتالي هو ال s في شامبر واحدة بس وحجة واحدة بس وفيه الالكترون بلف يا الحركة اه وعكسها فبالتالي الاحتمالية عندي اللي هي ال p g عندي الاحتمالية عبارة عن اتنين بس طب لو انا حصل له فهيطلع ال three p واحنا عارفين ال p orbital's عبارة عن three chambers كل واحدة احتمالية الاكترون الالكترون فيها احركته يا سباني انتي سباني او ال anti clock او الاسبان وعكسها فبالتالي الاحتمالية عندي ثلاثة واثنين احتمالية للالكترون يبقى ثلاثة في اتنين بتساوي ستة يبقى انا دوقتي ال probability p g عبارة عن ستة على اتنين يبقى هي بتتخوش لي كمان في بتاعة حسابة ال concentrations او اللي بتاثر على atomic emission spectroscopy فبالتالي ال proteination اللي يحصل مسلا للسوديوم اللي احنا قلناه هيبقى من ثلاثة s ground to three p اللي هي يبقى انا هو في ال orbitals عندي two probable total quantum number اما in orbital p بيبقى عندي total quantum probability عبارة عن ستة طب من الاكواشنز دي والاحتمالات دي الاقي بالارقام اللي انا بكلمك عليها دي ارقام اوليلة جدا فبالتالي هبقى كمية ال atom اللي بيحصل لها في استخدام انا ما عنديش اقصر بالتالي في الاخر في مشكلة ان مهما زادت الحرارة الكمية بتبقى قليلة. فبالتالي ده بيندرج الى او فيه او الحدية او المشاكل بتاعته انك عدد في قليل قوي. اه ولما باستخدمه اصلا لما بعملها انا عالس انت بتبقى متاعتها قليلة. فبالتالي ما بقاش عارفة استخدمه قوي. ما بقدرش استخدمه عشان عندهم مشكلة كبيرة. ايه هما المشكلة? ان هما بتاعها بسبب ان هما عبارة عن قريبين قوي من بعض. تبقى كبيرة قوي. فببقى صعب قوي ان انا اريزولف بتاعت الاسبكترا دي. فانا ما بقدرش استخدمه ممكن يحصل الانترفيرنس مع المنز تانية ببقى صعب ان انا افرق او افصل الانترفيرنس ده. اه وضرة حرارة بقى محتاجة ازبطها تماما اه بحيس انها بتبقى دخلة معايا في عملية الاكسيتيشن او في اتومتزم ازاي اه اتوميك ابزوركشن بتبقى اتومايزيشن بس او هي عبارة عن اتومايزر بس الفليم. طيب الجهاز زي اللي فات بس بقفل الهولو كاثود لامب بقفلو خالص. فبالتالي ببقاش عندي هو بيبقى بيبدأ من اتومايزر بيبقى لازم افليم. والمونوكرو ميتر بعد كده الديتاكتر وبعدين الريد اوت الترانسبيشن. العندي زي التانية بتاعت الاتوميك ابزوربشن بعمل كاليبريشن كيرف باختار سيتو بالفلتر. لو المونوكرو ميتر اللي انا عاستخدمه هاختاره وبعد كده بحضر هنا بقيس سولت فبقيس بعد كده وبعد كده بس بريي البلانك وادجست زيرو ترانسبيتنز. بما انه هنا بقيس اماشن فهي ثالثمينتنز. وبعد كده بس بريي اعلى بخدها واادجست هندير برسنت ترانسبيتنز. ليه الهندر برسنت ترانسبيتنز. بما انه دي اعلى. فبقول له ده اه اه اعلى عندي. ايه خلاص يعني دي اعلى اه اه اميشان احسن عندي بسبب دي تمام? اه وبعد كده ابدأ ايس البرسنت تي لكل استاندرد اه وبعمل بلوت للكالبريشن كيرف عدي. طيب. طب يا كلما الكونساندرشن ال كلما الترونسمنترز هي ال. اه وايس السامبل بتاعتي واشوفها من على كالبريشن كيرف. اما في الستاندر اديشن ميسود برضو بشوف السيتو بالفلتر. وبحط البلانك وادست زيرو ترونسمنترز. بعدها بحط الستاندرد بس بقول ان هو خمسين في المية. ما بقولوش اللي هي مية في المية طبعا عشان ده مش هايس كونسنترشن. فبقول ان الستاندرد ده خمسين في المية. بعد وديب الستاندرد بتاعي وحط عليه السامبل وعمل السبري. واشوف الترونسمنترز ايسه عادي ولو واحسب بعدها التركيز بالفرق. واحنا كده خلاص خلاصنا الرزق الاتomic emission والاتomic absorption is spectroscopy. اشتركوا في القناة